لا تزال المعارك على أشدها في الضالع ولا يزال الجيش والمقاومة يواصلان التقدم ضمن العملية العسكرية التي انطلقت قبل يومين تحت مسمى صمود الجبال وفي جديد هذه المعارك تمكنت قوات الجيش من تطهير عدة مناطق وبلدات شمال المحافظة بالإضافة إلى التواغل في مناطق زبيريات والريبي وشخب وسليم وبحسب مصادر ميدانية فإن قوات الجيش باتت على مشارف منطقة الفاخر التي تشهد تبادلا للقصف المدفعي المكثف المصادر ذاتها أفادت بأن العشرات من أفراد ميليشيا الحوثي ساقطوا خلال هذه المعارك بالإضافة إلى تدمير العديد من الآليات والمعدات الثقيلة طائرات التحالف كانت حاضرة في المعارك الأخيرة وشنت عدة غارات على مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي الإنقلابية استهدفت تعزيزات للميليشيا في منطقة يعيس الواضح إذن أن قوات الجيش في الضالع استطاعت عكس سير المواجهات وتحولت من موقع الدفاع إلى مهاجمة مواقع سيطرة الإنقلابيين في شمال وغرب المحافظة ليبقى التكهن حول ما إذا كانت القوات الحكومية ستكتفي بتحرير الأماكن التي وقعت في قبضة الميليشيا مؤخرا أم أن الهدف هو إعلان محافظة الضالع محررة بالكامل